وفقاً لتقرير سابق لشبكة سيانانا الأمريكية قال متحدث باسم البنتاجون إن المعلومات الواردة من وكالة المخابرات تشير إلى أن إيران قد تشن ضربة ضد القوات الأمريكية في العراق بينما ذكرت جريدة القبس الكويتي أن إيران تعزز النظام الدفاع الجوي بالقرب من المنشآت النووية لمنع الهجمات الصاروخية المحتملة من قبل الولايات المتحدة وقد نشرت صواريخ قصيرة المدى وطائرات دون طيار في العراق وحسب تقرير وكالة Associated Press اليوم الأحد فقد قرر البنتاجون سحب حاملة الطائرات نيميتس المنتشرة في الشرق الأوسط هذا وفي نوفمبر من العام الماضي وبعد ساعات من اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني أكد مسؤول البحرية الأمريكية أن حاملة طائرات نيميتس عادت إلى منطقة الخليج وبحسب التقارير كان من المقرر أصلاً تعود حاملة طائرات نيميتس قبل نهاية العام الماضي ولكن بسبب المخاوف من المخاطر المحتملة من إيران تم تأجيل خطة العودة ترجمة نانسي قنقر